في تركي هذه المرة مع شأن تركي محد فقد وصل مئات الأتراك في عدة مدن تركية بينها العاصمة أنقرة واستنبول الاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وتراجعت حدة الاحتجاجات التي خلفت لحد الآن خمسة قتلة لكن مساعدا كبيرا لأردوغان هدد بنشر الجيش لاحتوائها وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي على خلفية مشروع حكومي مثير للجدل لبناء مركز تجاري بساحة تقسيم الشهيرة وسط أسطنبول يوم آخر من الاحتجاجات على سياسات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة تصدت الشرطة ببدافع المياه لعشرات المحتجين واعتقلت بعضهم حدة الاحتجاجات في تركيا تراجعت لكن مئات الأتراك ما زالوا متمسكين بالشارع ساحة للتعبير عن منوائتهم لحكم أردوغان لسنا عنيفين ولا نتلفظ بألفاظ سوقية لاحتجاج السلمي هو الطريق الأفضل بعض المحتجين بدأ كمن قرر أن يستقر به المقام طويلا في ساحة تقسيم وبعضهم وجد طرقا مبتكرة للتنديد بما يرونه محاولة لتقويد أركان الدولة العلمانية التي أرسى كمال أتاتورك دعائمها قبل تسعين عاما الوقوف الصامت كما يفعل هذا الرجل في ساحة تقسيم حيث بدأت الاحتجاجات لأول مرة بسبب خطة مثيرة للجدل لبناء مركز تجاري على أنقاض حديقة شهيرة الشارع اختاره أردوغان هو الآخر قبل يومين ليؤكد لمناوئيه أنه يملك من الشعبية ما يكفي للبقاء في الحكم رئيس الوزراء التركي أبدى استعداده للإنصاط لمطالب المحتجين إن كانت ديمقراطية كما قال لكن أحد نوابه حذر من أن الحكومة قد تأمر بنشر الجيش لإنهاء الاحتجاجات الاحتجاجات التي قتل فيها حتى الآن أربعة محتجين وشرطي خلقت حالة استقطاب حادة في الشارع التركي وأضرت بالاقتصاد التركي وبصورة تركيا عموما كبلد مستقر في شرق أوسط تعصف به التوترات إليا استملالي بي بي سي أتحول بكم الآن إلى اسطنبول هناك معي مفد بي بي سي وائل الحجار وائل مرحبا بك إذن اشتباكات متفرقة أو أعمال عنف متفرقة عبر المدن التركية ما هي الصورة الآن؟ تراجعت حدة الصدمات بين الشرطة والمتظاهرين شهدت مناطق التركية وخصوصا بعض المدن أو بعض المناطق في الساحل قرب أناطوليا على البحر الأبيض المتوسط مناوشات ليلية استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والمياه ولكن في اسطنبول الحياة الطبيعية تقريبا كانت هناك تحركات للاحتجاج الصامت أمس حصلت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتصام في الحضائق العامة والساحات العامة في اسطنبول لم يتم التجاوب بها بشكل كبير ولكن حدثت تجمعات عشرات وربما حوالي 200 من المعتصمين بشكل صامت في ميدان تقسيم ولم يحدث أي صدام مع الشرطة وأنت موجود في اسطنبول لابد أنك سجلت انطباعات عن ما يجري على الأرض ما هي انطباعاتك؟ يعني بداية الذين التقيتهم يقولون أن ما يجري في تركيا ليس أزمة بالمعنى الحقيقي هي صراع في دولة ديمقراطية يعني على سبيل المثال إحدى مؤيدات حزب الشعب الجمهوري التي التقيتها بالأمس كانت تعتصم في ميدان تقسيم بشكل صامت وقمت بالحديث معها بادرت إلى القول أنتم البي بي ثي يجب أن تعرفوا أو يجب أن تعكسوا الحقيقة ما يجري في تركيا ليس حربا أهلية وإنما هو صراع داخل دولة ديمقراطية وشدتت على هذا عدة مرات ولكن طبعا قالت أن على أردوغان أن يعرف إذا كان حزبه يحوز على 50% أو نصف الشعب التركي يؤيده فعليه أن يستمع إلى النصف الآخر الأزمة إلى تراجع عموما وفق ما يقوله النشطاء الحركات تراجعت بشكل عام لكن يوجد تداعيات الشرطة قامت بعمليات اعتقالات شاملة العشرات هؤلاء بينهم نشطاء سياسيين من أحزاب شتى وخصوصا أحزاب اليسار الصغيرة وبينهم أيضا صحافيون وبينهم مدافعون عن البيئة الانعكاس الآخر وعلى المستوى السياسي هو تردي علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص فقد ألغى وزير العدل التركي زيارة كانت مقررة أمس إلى بروكسل بسبب الضغوط وبسبب التوتر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية بسبب على خلفية ما جرى في تقسيم وما جرى أيضا في بقية المناطق التركية واستخدام الشرطة للعنف المفرد وفق ما يقول الاتحاد الأوروبي وما الذي نعرفه عن مصير هؤلاء المعتقلين هناك العشرات منهم كما فهمنا مما نعتقد من التيارات اليسرية كما وتوصى بأنها راديكالية هل نعرف إذا ما كانوا سيمثلون أمام القضاء أم أنه سيطلق صراحهم في خطوة قد تعتبر مبادرة تصالحية من قبل الحكومة ما مصير هؤلاء إجراءات القضائية يتم متابعتها من قبل الادعاء العام جرى الادعاء على 22 شخصا بتهم الحظ على أعمال عنفية وعلى تظاهرات عنيفة البقية يتم التحقيق معهم وعددهم يتجاوز المائتين أو حتى الثلاثمائة يتم التحقيق معهم تمهيدا للبت في كل ملف على حدة من جهة أخرى تقوم الحكومة التركية بتحقيق خاص في حوادث القتل التي حصلت خصوصا حادثة إطلاق النار من قبل أحد الضباط على المتظاهرين حيث تم الكشف عن شخصية هذا الضابط بطلب من الادعاء العام وتم إحالة مسدسه أيضا إلى أحد المستوصفات أو أحد المختبرات الطبية في اسطنبول لمتابعة التحقيق بهذا الشأن والحجار مفد بي بي سي إلى تركيا شكرا جزيلا لك من تركيا إلى الشأن المصري فقد قدم وزير السياحة المصري استقالته